هذه إشكالية كبيرة في الحقيقة وتشير إلى أن الدولتين يتصرفان بأرياحية إلى حد ما لكن هذا لا يعني أنهما في معزل عن تهديدات والتحديات بدأت تتنامى بسبب تدخلهم العسكري في اليمن بدليل الصواريخ العبر للقارات والطائرات المسيرة وهي صواريخ وطائرات لا تأتي من جانب الحوثيين وإنما من أطراف أخرى بمعنى أن هناك أطراف لديها استعداد لكي تستغل حرب اليمن لإغراق هاتين الدولتين ومع ذلك أنا في تقديري أن هذه الدعوة تشير إلى رغبة السعودية في تحريك الملفات الجامدة في هذا الظرف مستغلة حالة الرضا التي حصلت عليها من القيادة الأمريكية بعد أن تبين القيادة الأمريكية بأن الحوثيين بالفعل هم الطرف الذي يسعى إلى الاستمرار في الحرب والحصول على المنكسف السياسية عبرنا